بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يطيب لنا اللقاء بكم في درس من دروس الرياضيات للفصل الدراسي الثالث محدثكم للصف الأول الابتدائي للتعليم المستمر محدثتكم المعلمة أمل الحازم موضوع درسنا اليوم الضرب هنا رابط الدرس الرقمي الدرس أربعون تعلمنا في الفصل الدراسي الثاني العمليات الحسابية عملية الجمع وعملية الطرح أيضا تعرفنا في الفصل السابق مفهوم عملية الجمع على ماذا يرتكز عملية الجمع على إضافة عدد إلى عدد آخر أيضا تعرفنا على مفهوم الطرح وكانت الفكرة في عملية الطرح أخذ عدد من عدد آخر نلاحظ هنا كانت لعملية الجمع طريقتان الجمع بدون حمل والجمع بحمل نلاحظ هنا أربعمائة واثنى وخمسون زائد مائتان وأربعة وثلاثون لكي نجمع هذا العددان لدينا طريقتان في الجمع الطريقة الأولى نقوم بترتيب الأعداد فوق بعضها البعض منزلة الأحادي فوق منزلة الأحادي ومنزلة العشرات فوق منزلة العشرات ومنزلة المئات فوق منزلة المئات أول الخطوات طلاب وطالبات الأعزاء ترتيب الأعداد فوق بعضها البعض نجري عملية الجمع أربعة زائد اثنان يعطينا ستة خمسة زائد ثلاثة يعطينا ثمانية أربعة زائد اثنان يعطينا ستة إذن قمنا بترتيب الأعداد المنازل فوق بعضها البعض وقمنا بإجراء عملية الجمع الطريقة الثانية الجمع بالحمل مقصود بكلمة الجمع بالحمل نلاحظ هنا لدينا مئتان وأربعة وثمانون زائد مئة وسبعة وخمسون نفس الطريقة طلاب وطالبات الأعزاء نقوم بترتيب الأعداد فوق بقضها البعض ونلاحظ منزلة الأحادي مع منزلة الأحادي في العدد الثاني ومنزلة العشرات أيضا مع منزلة العشرات في العدد الثاني ومنزلة المئات تحت منزلة المئات أربعة زائد سبعة يعطينا إحدى عشر ماذا وضعنا هنا؟ منزلة الآحادي ومنزلة العشرات نقوم برفعها إلى المنزلة التالية واحد إعادة تجميع مع العدد الموجود لدي هنا واحد زائد ثمانية يعطيني تسعة وتسعة زائد خمسة يعطيني أربعة عشر لا أكتب العددين جنب بعضهم البعض ولكن المنزلة الأولى أضعها بالأسفل والمنزلة الثانية منزلة العشرات أقوم برفعها إلى الأعلى واحد زائد اثنان يعطيني ثلاثة وثلاثة زائد واحد يعطيني أربعة إذن ما الفرق ما بين العمليتان؟ الجمع الأولى بدون عملية رفع أما الجمع الثانية فهناك عملية رفع لمنزلة العشرات أيضا تعرفنا على عملية الطرح بدون عملية استلاف لدينا طريقة في عملية الطرح الطريقة الأولى بدون عملية استلاف نلاحظ هنا ستة آلاف ناقص ألفان منزلة الأحادي أطرحها من منزلة الأحادي وأيضا منزلة العشرات أطرحها من منزلة العشرات ومنزلة المئات من منزلة المئات ومنزلة الألوف أيضا من منزلة الألوف صفر ناقص صفر يعطينا صفر أحسنتم صفر ناقص صفر أيضا يعطينا صفر صفر ناقص صفر أيضا صفر ستة قوم بأخذ من العدد ستة عددان ماذا يصبح لدينا هنا؟ أحسنتم يصبح أربعة آلاف هل احتجنا إلى عملية استلاف من العداد الأخرى؟ لم نحتاج إلى عملية استلاف أما الطرح مع عملية الاستلاف نحتاج في بعض الأحيان إلى عملية استلاف متى؟ إذا كان العدد صغيراً والعدد الآخر أكبر من العدد الأول نلاحظ هنا سبعة وستون ألف ومئة وستين ناقص ثمانية آلاف وستمائة وخمسة وثلاثون نلاحظ هنا منزلة الآحاد لدين هنا صفراً ولدين هنا في منزلة الآحاد خمسة هل أستطيع أن أخذ خمسة من الصفر؟ أحسنتم لا أستطيع ماذا أفعل؟ أقوم بعملية الاستلاف من المنزلة التي تليها اللي هي ماذا؟ منزلة العشرات نقوم بترتيب الأعداد العدد الأول والعدد الثاني ولا ننسى ترتيب الأعداد فوق بعضها البعض اجرينا عملية الاستلاف تبقى لدينا ماذا؟ الستة أخذنا منها عشرة كم تبقى لدينا؟ أحسنتم خمسة إذن ماذا يصبح لدينا هنا؟ أحسنتم يصبح لدينا هنا عشرة عشرة قم بالأخذ منها خمسة كم تبقى لدينا؟ أحسنتم خمسة هنا لا أعيد إلى رقم الأول ولكن ماذا؟ بعد عملية الاستلاف ماذا أصبح لدي العدد؟ خمسة ناقص ثلاثة خمسة قمت بالأخذ منها ثلاثة كم تبقى؟ اثنان نلاحظ هنا أيضا هناك عملية استلاف أخرى واحد ناقص ستة نستلف من العدد سبعة تبقى لدي ستة والعدد هنا أأخذ عشرة وليس واحد بالحالة عشرة طيب عشرة مع الواحد يبيعطيني أحدعش أحدعش ناقص الستة أحسنتم يعطيني خمسة ستة ناقص ثمانية أيضا هناك عملية استلاف نستلف من العدد ستة تصبح خمسة هنا يصبح ستة عشر ستة عشر ناقص ثمانية يصبح ثمانية وخمسة لا يوجد عدد أطرحه من ينزل العدد كما هو إذن تعرفنا على عملية الجمع وتعرفنا على عملية الطرح نلاحظ أيضا الجمع بالعمليات الرأسية لدينا طريقتان عملية رأسية وعملية أفقية التي تعرفنا عليها قبل قليل الأفقية الآن ننظر إلى العملية الرأسية لدينا خمسة وعشرون ألف وتسعمية واثنى وثلاثون زائد مئة ألف وسبعمائة وخمسة وثمانون أيضا ليس لدينا عددان فقط وإنما كم عدد لدينا ثلاثة أعداد ستمائة واثنى وعربعون إذن أول خطوة يطلاب وطالبات الأعزاء ترتيب المنازل فوق بعضها البعض نلاحظ هنا قمنا بترتيبها نجري عملية الجمع تسعة ثلاثة زائد أربعة سبعة وسبعة زائد ثمانية يعطيني خمسة عشر وباليد واحد واحد زائد تسعة عشرة زائد سبعة سبعة عشر زائد ستة يعطيني ثلاثة وعشرون ورفع فوق اثنان اثنان زائد خمسة سبعة زائد واحد ثمانية اثنان تنزل كما هي ايضا تعرفنا على الطرح مستعمل العمليات الرأسية ماذا نلاحظ هنا بطريقة العملية الرأسية نقوم بترتيب الأعداد لا ننسى عملية الاستيلاف اذا كان العدد اصغر من العدد التالي خمسة ناقص أربعة واحد قمنا باجراء عملية الاستيلاف اصبح لدينا اربعة عشر ناقص ستة يعطيني ثمانية ايضا قمنا بعبرية الاستيلاف احد عشر ناقص ثمانية يعطيني ثلاثة والستة تنزل كما هي ماذا سوف نتعلم اليوم عملية اخرى جديدة نتعرفها اليوم الضرب ومفهوم الضرب خصائص الضرب نلاحظ هنا ما مفهوم الضرب لدينا هنا هي عملية على عددان يمكن وصفهما بأنها جمع متكرر للعدد نفسه جمع متكرر للعدد نفسه ولا ننسى إشارة الضرب نفرق ما بين إشارة الجمع وإشارة الضرب إشارة الضرب بهذه الطريقة وإشارة الجمع بهذه الطريقة اثنان ضرب ثلاثة يساوي نلاحظ هنا اثنان ضرب ثلاثة ما هي عملية الضرب؟ عبارة عن عملية جمع متكررة أستطيع تكرير الاثنان ثلاث مرات نلاحظ اثنان زائد اثنان زائد اثنان كم مرة؟ ثلاث مرات نجري عملية الجمع اثنان زائد اثنان أربعة زائد اثنان يساوي ستة أيضا أستطيع تكرير العدد ثلاثة مرتان لماذا؟ ثلاثة ضرب اثنان نكررها مرتان ثلاثة زائد ثلاثة أحسنتم يساوي ستة إذن قمنا بتكرير العدد مرتان وهنا قمنا بتكرير العدد ثلاثة مرات نلاحظ هنا اثنان ضرب ثلاثة بعملية التوزيع لدينا كم؟ اثنان ضرب ثلاثة لدينا ثلاث مجموعات أريد أن أوزع على هذه الثلاث المجموعات كل مجموعة لدي فيها كرتان نلاحظ هنا المجموعة الأولى الثانية الثالثة أيضا قمنا بتكرير المجموعة مرة أخرى نلاحظ المجموعة الأولى اثنان والثانية اثنان والثالثة اثنان كم أصبح لدينا هنا؟ أحسنتم أصبح لدينا هنا ستة نلاحظ هنا بالنماذج وبالتكرار الأمل والآن ننتقل إلى شيء محسوس حتى أستطيع تثبيت عملية اثنان ضرب ثلاثة يساوي ستة نلاحظ هنا اثنان ضرب ثلاثة لدينا واحد اثنان ثلاث مجموعة في المجموعة الأولى اثنان في المجموعة الثانية أيضا اثنان في المجموعة الثالثة اثنان لو قمنا بجمع الأعداد الموجودة المكعبات الموجودة اثنان واثنان أربعة واثنان أيضا ستة نغير المجموعة نريد أن نعملها مجموعتان نلاحظ المجموعة الأولى لدينا ثلاثة والمجموعة الثانية أيضا لدينا ثلاثة هل تغير مجموعة الأعداد؟ لا ولكن ماذا عملنا؟ عملنا على مجموعتان مجموعة الأولى ثلاثة والمجموعة الثانية ثلاثة ومجموعة المكعبات ستة نلاحظ لم تتغير عملية الضرب هنا ضربون هنا ثلاثة في اثنان نلاحظ هنا ثلاثة ثلاث مجموعات كل واحدة فيها اثنان ستة مجموعتان كل واحدة فيها ثلاثة أيضا ستة إذن اثنان ضرب ثلاثة يعطيني ستة مهما تغيرت المجموعة نلاحظ مجموعة الأولى اثنان والثانية اثنان أصبح لدينا ستة مثال اصطفى المصلون للصلاة في مسجد في خمسة صفوف في كل صف تسع مصلي فكم كان عدد المصلين نلاحظ هنا في كل صف عدد المصلين في الصف الأول لدينا تسعة وفي الصف الثاني أيضا تسعة وصف الثالث أيضا تسعة وفي الصف الرابع تسعة وفي الصف الخامس تسعة عملية ضربة عملية الجمعي متكررة نلاحظ هنا تسعة في العمود الصف الأول زائد تسعة في الصف الثاني زائد تسعة في الصف الثالث زائد تسعة في الصف الرابع زائد تسعة في الصف الخامس كم يصبح طلاب وطالبات الأعزاء أحسنتم يصبح الناتج لدي هنا خمسة وأربعون مصليا إذن نلاحظ هنا ماذا عملية جمع المتكررة هناك عملية اختصار لهذه العملية الجمع المتكررة أستطيع قول ماذا كم صف لدينا هنا أحسنتم خمس صفوف إذن خمسة ضرب تسعة يساوي خمسة وأربعون مصليا بدلنا عملية الجمع الجمع المتكررة اختصرناها بماذا كم تكرر لدينا التسعة خمس مرات خمسة في العدد الأساسي المتكرر هنا تسعة أصبح لدينا خمسة وأربعون مصلي نلاحظ طريقة أخرى يمكن أيضا حساب عدد المصلي بطريقة أخرى وذلك بتكرار عدد المصلي في كل عمود بدلا من تكرار المصلي في كل صف نلاحظ العمود الأول لدينا خمسة والعمود الثاني لدينا خمسة والعمود الثالث لدينا خمسة والرابع خمسة والخامس خمسة والسادس أيضا خمسة والسابع خمسة والثامن خمسة والتاسع خمسة نلاحظ هنا الصف العمود الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع نلاحظ ما هو العدد الذي تم تكراره عندي أحسنتم خمسة طيب كم مرة تكرر عندي أحسنتم رائعين تسع مرات إذن أختصر هذه العملية الطويلة بعملية ضرب تسعة ضرب خمسة يعطيني أيضا خمسة وأربعين مصلية ماذا نلاحظ؟ أحسنتم نلاحظ هنا ماذا؟ لا يوجد فرق بين الجمع المتكرر تسعة زائد تسعة زائد تسعة خمس مرات وبين عملية الضرب تسعة ضرب خمسة أيضا لا يوجد فرق بين الجمع المتكرر خمسة تسع مرات وعملية الضرب تسعة ضرب خمسة أيضا لا يوجد فرق بين عملية الضرب خمسة ضرب تسعة وبين عملية الضرب تسعة ضرب خمسة لماذا؟ لأن كلاهما أدى إلى الجواب نفسه وماذا؟ خمسة وأربعون ماذا نلاحظ؟ عملية الضرب عملية إبدالية مهما تغير مكان العدد لا يغير في ناتج الضرب نلاحظ هنا أربعة ضرب ثلاثة يساوي نلاحظ هنا أربعة كم مرة تكرر لديه هنا؟ أو ثلاثة أكررها أربع مرات ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة أربع مرات أربع مرات يعطينا اثناش نلاحظ هنا لو قمنا بعكس أماكن الأعداد أربعة زائد أربعة زائد أربعة كم مرة تكرر لديه هنا؟ ثلاثة مرات أصبح الناتج ماذا؟ اثنى عشر ثلاثة ضرب أربعة يساوي اثنى عشر نلاحظ هنا أربعة ضرب ثلاثة يساوي اثنى عشر بدلنا أماكن الأعداد ثلاثة ضرب أربعة يساوي اثنى عشر نلاحظ هنا بطريقة الجمع المتكررة نلاحظ الآن بشيء ملموس حتى توضح فكرة عملية الضرب نلاحظ هنا المجموعة الأولى ثلاثة المجموعة الثنانية ثلاثة المجموعة الثالثة أيضا ثلاثة المجموعة الرابعة ثلاثة نلاحظ ماذا؟ ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة يعطيني اثنى عشر طب لو بدلنا المجموعات تركناها ثلاث مجموعات هنا أربعة وهنا أربعة وهنا أربعة أربعة زائد أربعة زائد أربعة كم أصبح لدينا هنا؟ إثنى عشر هل قمنا بتغيير مجموع العدد؟ هل تغير لدينا مجموع العدد؟ تبقى كما هو ولكن ماذا فعلنا؟ قمنا بتبديل الأعداد ثلاثة ضرب أربعة وأربعة ضرب ثلاثة إذن ثلاثة ضرب أربعة يساوي اثناث وأربعة ضرب ثلاثة أيضا يساوي اثناث نذكر دائما عملية الضرب عملية إبدالية لدينا هنا عشر دوائر إذن العملية التي سوف أكونها اثنان ضرب خمسة يساوي نلاحظ الطريقة الأولى والطريقة الثانية قمنا بتوزيعها على خمس مجموعات كل مجموعة فيها إثنان المجموعة الأولى إثنان والثانية إثنان والثالثة أيضا إثنان والرابعة إثنان والخامسة إثنان كم أصبح لدينا؟ أحسنتم عشرة لدينا عشر مجموع عشر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمس خمس مجموعات كل واحدة فيها اثنان ننتقل إلى الطريقة الأخرى ماذا سوف نعمل؟ مجموعتان أحسنتم مجموعتان كل واحدة فيها خمسة المجموعة الأولى خمسة والمجموعة الثانية أيضا خمسة هذه المجموعة الأولى وهذه المجموعة الثانية أيضا أصبح الناتج كم؟ عشرة لم يتغير لدينا الناتج إذن عملية الضرب عملية إبدالية اثنان ضرب خمسة يعطيني عشرة وخمسة ضرب اثنان أيضا يعطينا عشرة مسألة أمضى موظف مهمة رسمية مدتها أربعة أسابيع فكم يوم قضى في تلك المهمة؟ الحل قضى في تلك المهمة أربعة أسابيع أربعة أسابيع في كل أسبوع سبعة أيام الأسبوع الأول سبعة أيام الأسبوع الثاني أيضا سبعة أيام الأسبوع الثالث سبعة أيام الأسبوع الرابع أيضا سبعة أيام أجري عملية الجمع هنا تساوي ثمانية وعشرون يوما أستطيع اختصار عملية الجمع المتكررة إلى عملية ضرب لدينا هنا ماذا؟ العدد الأساسي سبعة الذي قمنا بتكراره كم مرة قمنا بتكراره؟ أربعة مرات إذن سبعة ضرب الأربعة أيضا يساوي ثمانية وعشرون يوما إذن قمنا بتبديل ما بين عملية الجمع المتكررة إلى عملية ضرب اختصارا لهذه العملية خمس مجموعات في كل منها خمس مكعبات نلاحظ المجموعة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة في كل مجموعة خمس مكعبات المجموعة الأولى لدينا خمس مكعبات والمجموعة الثانية أيضا خمس مكعبات والثالثة خمس مكعبات والرابعة أيضا خمس مكعبات والخامسة خمس مكعبات ما هي العملية التي تتكون لدينا هنا لعملية الضب لدينا خمس مجموعات ولدينا في كل مجموعة خمس مكاعبات أحسنتم خمسة ضرب خمسة لنقوم بحسب كم مكاعبا لدينا في جميع المجموعات لدينا هنا خمسة ضرب خمسة يساوي خمسة وعشرون قمنا بتكرار العدد خمسة هنا زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة إذن عملية الجمع المتكررة للعدد خمسة أعطانا ماذا؟ خمسة في خمسة يساوي خمسة وعشرون التطبيق المنزلي ست مجموعات في كل منها ثلاث مكاعبات نكون عملية الضرب هنا ست مجموعات لدينا في كل ست المجموعات هذه ثلاث مكاعبات كم تصبح لدينا هنا وما هي عملية الضرب التي سوف تتكون من ست مجموعات في كل منها ثلاث مكاعبات لن نتعلم ما لم نتدرب وتم بحمد الله الانتهاء من درسنا الأول في الفصل الدراسي الثالث نلتقي على خير بإذن الله